بيان صادر من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام بقلم عبد الحليم الغزي استجابة لطلب جمع من شيعة باب الحوائج موسى بن جعفر في الأيام الرجبية من أيام استشهاده صلوات الله عليه ولعن الله قاتلي لأجل تشخيص الموقف العقائدي وتحديد الموقف الفتوائي في اللحظة الشيعية الراهنة بحسب دين العترة الطاهرة بعيدا عن قذارات المذهب الطوسي اللعين مذهب مراجع النجفي وكربلاء يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم السلام على قائم آل محمد السلام على كاظم العترة وسلام على جوادها ورحمة الله وبركاته إلى الذين ينتظرون إمام زمانهم بصدق من شيعة المعذب في قعر السجون وظلم المطامير صلوات الله عليه أقولها لكم بعد التحية والدعاء لكم بالتوفيق أيامنا هذه أيام ما مر مثيلها منذ شعبان سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين للهجرة حيث بدأت الغيبة الثانية الطويلة إنها أيام لا تعرف الشيعة أهميتها وقيمتها فمنطقة الظهور تتشكل خارطة أحداثها بنحو سريع ومفاجئ في بعض جهاتها وبنحو هادئ وبطيئ وخفي في جهات أخرى أكان ذلك على المستوى الجغرافي أو على المستوى السياسي والاجتماعي قانون الغيبة والظهور الذي يتحرك بيننا يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يحتم علينا أن نعيد حساباتنا في شؤون حياتنا الدينية والدنيوية إننا بحاجة اليوم إلى تلقين أنفسنا وبجدية صارمة مضمون العقيدة المحمدية العلويهة السليمة بنحو يكون أشد من حاجتنا لهذا التلقين ساعة احتضارنا وموتنا دقق النظر فيما يقوله قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فهذا يعني أن الإيمان لا بد أن يكون إيمانا واضحا وصادقا في الوقت نفسه وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة العقيدة السليمة الصافية التي لا يمكن أن تحصل إلا من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط ومن حقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وتلك هي بيعة الغدير التي نقضها الطوسيون علميا وعمليا ولا زالوا ينقضونها في ليلهم ونهارهم يأتي التلقين العقائدي هنا لترسيخ مفردات العقيدة السليمة في العقول والقلوب والنفوس وكل هذا لا بد أن يكون مصحوبا بإعادة النظر في تقييمنا لمن حولنا من الأشخاص أو الجهات الذين يجعلون الدين شعارا لهم وشيئا يدعونه في واقع حياتهم ويضحكون به على الآخرين مثل ما يفعل أصحاب العمائم الطابقية في أجوائنا الشيعية خصوصا كبار الشياطين منهم وإني هنا أذكر نفسي وأذكركم بشيء مما جاء في الرسالة التي بعثها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من محبسه في أيام قريبة من موعد استشهاده لعن الله قاتله بعثها إلى علي ابن سويد السائي بنحو خاص ومنه إلى عامة الشيعة ذكرها الكليني في الجزء الثامن من الكاف الشريف المعروف بالروضة أقتطف منها جملا مجزة فالرسالة طويلة إن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يريد مننا أن نعيش هذه الأجواء ونرسخها في واقعنا الراهن أولا حيث يخاطب الإمام الكاظم علي ابن سويد أما بعد فإنك امرئ أنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصة ثانيا لا زال الإمام الكاظم يخاطب ابن سويد السائي رأيت أن أفسر لك ما سألتني عنه مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم ثالثا إن أول ما أنهي إليك أني أنعى إليك نفسي في ليالية هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قد قضى الله عز وجل وحتم فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثق الوصي بعد الوصي والمسالمة لهم والرضى بما قالوا ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحبن دينهم فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم رابعا وسألت عن رجلين السائل هو علي بن سويد وسألت عن رجلين إلى أن يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه متحدثا عن قتلة الزهراء صلوات وسلام عليها فلعمري لقد نافق قبل ذلك ورد على الله عز وجل كلامه وهزئ برسوله وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما من حالتيهما حينما كان على الجاهلية وبعد ذلك انتقل إلى حالة جديدة حين أظهر إسلامهما والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما وما ازداد إلا شكا كان خداعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخز في دار المقام خامسا فإذا رأيت المشوه الأعرابي إمامنا الكاظم وهو في الطامورة يوجه أنظارنا إلى السفياني فإذا رأيت المشوه الأعرابي في جحفل جرار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين إنه السفياني الذي يقول عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مثل ما روى ذلك الصدوق في كمال الدين يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة بوجهه أثر جدري إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرضا ذات قرار ومعين فيستوي على منبرها الأرض التي هي ذات قرار ومعين الكوفة مثل ما جاء في أحاديثهم الشريفة صلوات الله عليه ما يجري في بلاد الشام عموما وفي سورية خصوصا في سنواتنا هذه ما كان قد جرى في يوم من الأيام عبر التأريخ الذي نعرفه عن هذه الأسقاع كل شيء يجري من حولنا إذا ما تدبرنا في تفاصيله يقربنا وبقوة من تحقق علامة السفياني في أمد لا يكون بعيدا جدا أما البتريون من الشيعة الشنيعة الذين سيناصرونه في العراق كثيرون جدا وراياتهم خفاقة بين أظهرنا إنهم كبار القوم من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء الكبيرة ومنهم في الزعامات السياسية القطبية اللعين على المنتظرين أن يشخصوا مسارهم الصحيحة بعيدا عن رموز الضلال والرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي كما يصفها إمامنا الصادق صلوات الله عليه الأيام القادمة حبل وهذا ما هو بتنبئ ولا رجم بالغيب إنها المقدمات من الوقائع والحوادث والملاحم التي نراها بأم أعيننا في الواقع المعاشي والتي ستظهر نتائجها حتماً في قادم الشهور أو السنوات القريبة فكرة الأحداث ها هي تتدحرج فيما بيننا بنحو غريب وعجيب ما ألفناه سابقاً إنها إنها تتحرك بنحو مضطرب وسريع يشي بحدوث أمر كبير في هذا العالم ستكثر الأكاذيب وترتفع صيحات الدجالين وسيتضاعف التيه الشيعي يوماً بعد يوم أضعاف التيه الإسرائيلي مثلما حدثنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وحذرنا من ذلك تحذيراً شديداً إلا أن الذين يقولون نحن شيحة يعشقون تيههم وضلالهم مع عجولهم البشرية اللعينة التي هي أعجز وأفشل وأسوأ وأشنع وأقبح وأغبى من عجل بني إسرائيل إذ كان عجل اليهود له خوار كخوار العجول أما عجول الشيعة فهي إما ألا خوار لها صماء بكماء داؤها العي والغباء وإما ألا تحسن الخوار حيث هم مضحكة مسخرة حين يصدرون الأصوات من أفواههم بالضبط وبالدقة كما تصفهم سورة الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل إنهم نواب إبليس ومراجع التيه والضلال والكذب والافتراء على آل محمد وأوليائهم هناك أخبار تنقل عن أطباء السيستاني وعن بعض أفراد أسرته من أنه يعيش أيامه الأخيرة لا أعلم مدى دقتها فآجال الخلق معلومة عند إمام زماننا صلوات الله عليه أما أنا وأنتم وأمثالنا فلا علم لنا بها لكن الذي يؤيد هذا السعي المحموم في الأجواء السيستانية في النجف للتمهيد لمرجعية محمد رضا السيستاني الإبن الأكبر للمرجع السيستاني المعاصر حيث حيث تنفق الأموال الطائلة الكثيرة جدا لشراء الذمم وكسب المؤيدين لمرجعيته ولو بمستوى التأييد اللفظي فقط فهو محمد رضا السيستاني يردد بين جلاوزته أن المهم في الأمر أن يمسك بالمرجعية وبعد ذلك فإنه يعرف ماذا يصنع إذ كما يقول فإنه لن يكون محتاجا لهؤلاء الذين يحتاجهم الآن في ترتيب مرجعيته لقد بدأوا يرفعون أصواتهم في الأماكن العامة التي يزورها أو يتواجد فيها بوصفه حينما يذكرون اسمه ويعلنون عن تواجده بأنه آية الله العظمى ولا ندري هو آية لله عظمى في أي شيء على أي حال إنهم يفعلون ذلك كي يعتاد الدخيون من أتباعهم وقطعان البهائم الأخرى على سماع هذا الهرى ويضاف إلى ذلك حشد من المؤامرات الخفية ليس المقام مقاما للحديث عن تفاصيلها لكنني أقولها لكم من الآخر المرجعية القادمة مرجعية كذب وخداع ونفاق وضحك على الذقون وركوب على ظهور الأتباع الحمير إنه إنه البرنامج التقليدي للمرجعية الشيعية منذ سنة أربع مائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي مذهبه اللعين عبر حوزته في النجف هؤلاء هم البتريون الذين يحاربون إمام زماننا في الغيبة والظهور فهم يفعلون هذا الآن وسيفعلونه وبنحو أشد إن أدركوا عصر الظهور بأنفسهم فإن لم يدركوا ذلك فعبر أجيالهم القادمة من أتباع المذهب الطوسي اللعين واجبنا جميعا نحن الذين نصف أنفسنا وإن كان بمستوى الإدعاء فقط كما هو واقع الحال لأننا زهرائيون أن نعزل أنفسنا عن هذا الواقع الشيعي الطوسي البتري القذر وأن نتفرغ لنشر دين العترة الطاهرة بقدر ما نستطيع كل بحسبه الوقت مناسب جدا والعمل لا بد أن يتحرك في كل الاتجاهات الممكنة من دون الصدام مع أي طرف من الأطراف ابتعدوا تماما عن الزعامات الدينية البترية القذرة والسياسية القطبية الوسخة من كل أصنافهم علموا أنفسكم وعلموا الآخرين ما يطرح من الحقائق في برامج قناة القمر خطابي ليس موجها للجميع مجنون هذا الذي يخاطب الجميع في واقع كواقعنا الشيعي البائس الغبي الأثول خطابي للذين يتذوقون المنطق الذي يشكل روح هذا البيان حذاري أن تكونوا أعوانا للبتريين اللعناء في حوزة النجفي وكربلاء ولو بعنوان التقية تخدعون أنفسكم بذلك وتخدعون الآخرين فإن زماننا لا ضرورة للتقية فيه إلا في حالات خاصة أو حالات نادرة جدا لا تكونوا في جموع الغوغاء ممن يكثرون سوادهم إنكم بذلك تكونون في الصف المحارب لإمام زمانكم صلوات الله عليه هذا بيان للحقيقة كي لا يقول قائل منكم من أن الأمر لم يكن بينا عنده ومن أن أحدا لم يكشف الحقيقة له بنحو علني واضح أضعف الإيمان أن تكون أحلاس بيوتكم ولا تورط أنفسكم بقذارة هؤلاء البتريين من كل أصنافهم النجفية والكربلائية فبعضهم أسوأ من بعض قذارات فوقها قذارات وظلمات فوقها ظلمات وجحيم فوقه جحيم ألا لعنة الله على عقائدهم الضالة التي تخالف عقائد دين العترة الطاهرة بدرجة مئة في المئة لا تصطدموا بهم لا شأن لكم بهم واتركوهم يتهارشون على جيفتهم في حوزة الطوسي كما تتهارش الكلاب على الجياث مثلما ينقل الطوسي نفسه في كتابه الغيبة عن المرجع الكبير محمد بن علي الشلمغاني الملعون من قبل إمام زماننا صلوات الله عليه حيث يقول لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجياث ويشير بالأمر إلى الزعامة الدينية والمرجعية الشيعية حكاية معروفة عن الأغى رضا الهمداني صاحب الكتاب المعروف في الوسط الحوزوي الطوسي مصباح الفقيه بعد موت المرجع الأعلى في عصره الميرزى محمد حسن الشيرازي اتفق أكثر تلامذته على أن تكون المرجعية لأغى رضا الهمداني فذهب وفد من كبار العلماء في ذلك الوقت إلى داره لعرض الموضوع عليه فلما استقر بهم المجلس وأحس أغى رضا الهمداني أنهم سيبدأون بحديثهم باغتهم وفاجأهم مع سبق الإصرار والترصد بضرطة مدوية حائلة أخذ صداها يتردد في المجلس مما دفعهم أن يخرجوا مسرعين محرجين وحين سأله ولداه عما فعل أجابهم من أن القوم يريدون جره إلى جهنم ولقد نجى من جهنم بضرطة لا غير ضرطة واحدة فقط لا غير هي قيمة المرجعية الشيعية العليا بنظر هذا الفقيه الطوسي الأصولي المعروف والحقيقة أنه وضع لها قيمة أكثر مما تستحق فضرطة واحدة كثير عليها إذ أن قيمتها الحقيقية تلك التي وضعها لها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد حين وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والذين تقلدهم الشيعة زمان الغيبة الطويلة من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إنها نجاسة وأنجس من النجاسة تلك المرجعية البترية القذرة التي يكون مراجعها أضر من شمر وأضر من حرملة لعنة الله عليهما كانوا ولا زال يتهارشون في النجف وكربلاء على هذه النجاسة اللعينة وهم في أواخر أعمارهم سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة يكذبون ويفترون ويبهتون من دون حياء أو خجل ويحفر بعضهم تحت البعض الآخر عداوة فيما بينهم ويحيكون المؤامرات لبعضهم البعض بغضا وحقدا ويصنعون المقالب نفاقا وكيدا الحشد يقتلهم وطمع يفترسهم واللؤم القبيح يهيمن عليهم الخير منهم ميؤوس ولا يتوقع منهم إلا الشرور والقبائح هذه حقيقتهم من دون مجاملات أو مخاوف قمامة 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 عوراتها ظاهرة فاضحة لمن يملك عينين خذها إليكم صريحة نقية واضحة وبعد وضوح الصورة أقول لكم أولا لا تجعل الوقت يفوتكم كما هو ديدن الشيعة عبر تعريخهم يلتفتون وينتبهون بعد فوات الأوان ولذا فهم عبر التأريخ من خسارة إلى خسارة ومن خذلان إلى خذلان لا يعرفون الحقيقة إلا بعد فوات الفرصة السانحة مع ما يغلب على ظني أن أمرنا اليوم أيضا لن يتجاوز هذا الوصف ثانيا يا أيها الشيعة يا أيها القربة المزروفة يا أيها الشيعة يا أيها القربة المزروفة الوقت حساس والمرجعية البترية القادمة ضعيفة مهما كانت ونجف تغلي والجمر تحت الرمات لا تورط أنفسكم بصراعاتهم الدنيئة الوبيئة وإنما اجعلوا كل جهودكم لنصرة إمام زمانكم وإحياء أمره بعيدا عن العجول والأصنام والسفهاء وبرامجهم ومخططاتهم التي لا تخدم إلا مصالحهم الشخصية القذرة رسخوا أقدامكم في الأرض وأسسوا لكم وجودا مجتمعيا واسعا بقدر ما تستطيعون وانتشروا في كل مكان بإمكانكم أن تنتشروا فيه على الأرض أو في العالم الافتراضي بكل ما أوتيتم من قوة رجالا ونساء كبارا وصغارا شيبا وشبابا وأطفالا شعارنا الدائم العمل بالممكن لا نتجاوز حدود ذلك لأن تجاوزه سيجعلنا نفسد أكثر مما نصلح ثالثا بإمكانكم أن تصنعوا لأنفسكم مساحة اجتماعية من دون خوف أو تقية من أحد إذا ما تحرقتم بذكاء وحكمة دون الإصطدام بالمرجعيات والزعامات الدينية والسياسية السفيهة التافهة وإذا ما سألتم كيف ذلك عودوا إلى الحلقات المختصة بصناعة التيار الفكري المجتمعي وهي الحلقات الأولى من برنامج ما بين واقعين تدارسوها وتدبروا في مضامينها وليكن عملكم على أساسها رابعا هناك مساحة سنية مهمة في العراق وغيره من البلدان الأخرى ممن أصبحوا يتذوقون منهج قناة القمر ابحثوا عنهم وتواصلوا معهم عبر الإنترنت خامسة برامج قناة القمر فضحتهم فما عادت جهالة مراجع النجف وكربلاء وسفاهتهم وحماقتهم وقذارتهم وبعدهم عن دين العترة الطاهرة بأمر خفي مهما فعلوا هم وأبناؤهم وأحفادهم وأصهارهم وجلاوزتهم والأحزاب الناصبية القطبية التي تلتقي مصالحها معهم إنهم يخدعون البهائم من أتباعهم والبهائم بهائم لا قيمة لهم لكن الأمر لم يعد منطليا على الأذكياء والمثقفين والأكاديميين والباحثين عن الحقيقة وأصحاب التجارب في الحياة ومن يملكون عقلا راجحا وكذلك كثير من عامة الشيعة ممن يقبلون قول هؤلاء ويصدقونهم لقد ول ذلك الزمن الذي يضحك به هؤلاء المتخلفون الطوسيون التافهون السفهاء على كل الشيعة إنهم الآن يضحكون على حميرهم فقط وهنيئا لهم بحميرهم وشبيه الشيء منجذب إليه لقد صار فساد مراجع الشيعة وأحزاب الشيعة معروفا للجميع جهل وفشل وفساد وإفساد وسقوط أخلاقي بتمام معنى الكلمات وبعضهم يدافع عن فساد البعض الآخر ويتستر عليه إلى أبعد الحدود ويحام عنه لقد صدق محمد مهد الجواهري ابن النجفي وابن المرجعية الطوسية فيما قاله عن مراجع النجفي في قصيدة له نشرت في الصحافة العراقية بتأريخ 26 8 1929 ميلادي وهي موجودة في الجزء الأول من ديوانه طبعة وزارة الإعلام العراقية صفحة 465 وما بعدها هذه أبيات منها فالقصيدة طويلة ستبقى ستبقى طويلا هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات إذا لم ينلها مصلحون بواسل جريئون فيما يدعون كفات مشت مشت كل جارات العراق طموحة سراعا وقامت دونه العقبات ومن عجب ومن عجب ومن عجب أن الذين تكفلوا بإنقاذ أهله هم العثرات صمام الأمان هو نفسه صمام الفساد هو نفسه صمام الخراب هو نفسه صمام الدمار ومن عجب ومن عجب أن الذين تكفلوا بإنقاذ أهله هم العثرات فما كان هذا الدين لولا ادعاؤهم لتمتاز في أحكامه الطبقات أتجبى ملايين لفرد وحوله ألوف عليهم حلت الصدقات على باب شيخ المسلمين تكدست جياع علتهم ذلة وعرات تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات وخلفهم الأسباط أسباط المراجع وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات ألا لعنة الله عليهم ولا فضفوك يا أبا فرات وإن النجف اليوم بفضل المرجعية السيستانية وسائر المرجعيات الطوسية القذرة الأخرى وهي أسوأ وأقبح بكثير وكثير وكثير جدا مما كانت عليه أيام هذه القصيدة فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه القصيدة نشرت في الصحافة العراقية ستة وعشرين إثمانية ألف وتسعمية أو تسعة وعشرين ميلادي السادسة عليكم بالتعليم والتعليم والتعليم علموا أنفسكم أولا وعلموا غيركم ثانيا تعلموا وعلموا بحسب الإمكان عقيدتكم وأحكام دينكم وعليكم بالإعلام والإعلام والإعلام لأنفسكم أولا ولغيركم ثانيا انشروا الثقافة الزهرائية بحسب ما تستطيعون والذي لا تتوفر له الأسباب فمعذور ومعذور واستعينوا في كل ذلك بقناة القمر في شاشتها التلفزيونية ومنصاتها الألكترونية فأنتم معها في أيد أمين وأتمنى لكم من كل قلبي التوفيق والفوز والنجاح سابعا لا تعبأوا بالنتائج المرئية والمحسوسة لعملكم نحن لسنا سياسيين قطبيين نبحث عن نتائج صناديق الانتخابات بالغش والتزوير ولسنا مرجعيين طوسيين نبحث عن عدد المقلدين الديخيين ومقادير الأخماس المسروقة من الشيعة باسم صاحب الزمان صلوات الله عليه عملنا فكري عقائدي ثقافي محض ومثل هذا العمل يحتاج إلى نفس طويل فالعمل الفكري بطيء الحركة جدا وبطيء الانتشار جدا لكنه إذا استقر في مكان لن يستطيع أحد إزالته ولابد أن تعرف أن الفكرة لا يشتذب البشر البهائم والديخيين الطوسيين إنما يبحث عنه الأذكياء والمثقفون والباحثون عن الحقيقة بصدق والحرصون على علاقتهم بإمام زمانهم صلوات الله عليه ومن كان على هذه الشاكل الدنيا مزرعة الآخرة لا هي بمزرعتنا ولا بمزرعة آبائنا إنها مزرعة الحجة بن الحسن العسكري والزارعون فيها لن يزرع إلا بتوفيقه أما النتائج فهو الذي يرعاها ويجنيها فما كان لله ينمو في هذه المزرعة المهدوية وليس بين الناس ولذا فإن النتائج قد تظهر بعد موتنا في جيل قادم إلا أن المهمة والأهمة أن تكون زراعتنا في مزرعته صلوات الله عليه لا في مزرعة غيره فما نحن إلا عبيده وخدمه والعبد وما في يده لمولاه سلام سلام على وجهه الذي هو وجه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله سلام على قلبه الذي هو قلب الزهراء صلوات الله عليها إذ هو السر العلوي السبحاني المستودع فيها سلام 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 يا إمام عبيدك بالانتظار نحن مستعدون وبتوفيقك وإذ أودعكم أقول بملء فمي قول الحق مر ومر جدا وضريبته ثقيلة وثقيلة جدا ولكن هذا أقل ما يمكن أن يكون في خدمة إمام زماننا صلوات الله عليه زهرائي أنا عبد الحليم الغزي رجب آل محمد 1445 هجري قمري مؤسسة القمر للثقافة والإعلام والسلام عليكم رجالا ونساء كبارا وصغارا شيبا وشبابا وأطفالا ورحمة الله وبركاته شكرا